السلام عليكم نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ولقاكم فيديو صحة جيدة وفي احسن الاحوال اليوم ان شاء الله سنشارك معكم بني اقتصادي سهل بزاف كي يجي رائع لف الطعم ولا في المضاق كي يوجد بسرعة بدون بيض فنتمنى تجربوا الوصفة و اتنال اعجاب و بالمطوع لكم خليكم مع المكونات و طريقات التحضر نبدأ باسم الله على بركة الله مكونات 150 مليلتر من الحليب الدافئ ما يعادل واحد الكأس الا ربع ندفع هذا الحليب ملعقة من الخميرة الفورية ملعقة كبيرة كما ترى ثم ندفع ججب ممتلئين من السكر السكر حبيبات ثم ننكه بالفانيلا ثم ننكه بالفانيلا فانا عندي هنا قياس واحد الملعقة من الفانيلا السائلة ممكن تعودها بصاشيت السكر بنكهة الفانيلا او الفانيلا ببودرة ثم نقوم بإضافة واحد العلبة من اليوغورت بالنكهة كذلك كي يجي طعم رائع بزاف و التلقام من الملعقة من الملعقة من الملعقة سوف نبدأ نجمع الخالد بالدقيق بالنسبة للدقيق سوف نعبر الكيميا بالكأس ممتلئ جيدا من الدقيق و بالنسبة لكأس الثالث كمية الدقيق سوف تبقى على حسب النوعية الدقيق ممتلئ و انا هنا اخذت لي العجينة تقريبا 1-3 كؤوس و ربع منها الدقيق سوف تحتاجون 3 كؤوس و 3 كؤوس و نصف من الدقيق من الملعقة من الملعقة كبير الزبدة من الملعقة كبيرة من الملعقة و لا تنسق و هذه الملعقة سوف نغطيها باستخدام الكيس و سوف نجعلها تختامر حتى يتضاعف الحجم و أعودوا و هنا كما تلاحظوا بعدما اختامرت و اتضاعف الحجم فأنا لدي الجو سخون لم أخذت لي 1 مدة طويلة و 1.5 ساعة و اختامرات مزيان انتوما على حسب الجو و ما عندكم بارد و السخون و احتى الحسب الخاميره المهم يجعل العجينة تختامر مزيان مزيان لكي أعطيكم نتيجة مزيانة سوف نفرغها الان من هذا الهواء سوف نأخذها و نوضعها فوق سطح العمل اللي كنرشوه طبعا بشوية الدقيق سوف نحاول نقسم العجين سوف نقسمها بهذه الطريقة قسمتها كما ترى كل قطعة سوف نقسمها القسمين لا يحتاجون ميزان يعني يجب عيني ميزاني سوف نقسمها على شكل كويرات و نستعنوا بالدقيق فهنا كما تلاحظوا كل قطعة قسمتها القسمين يعني تحصلنا على سوف نقسمها سوف نقسمها سوف نقسمها سوف نقسمها كويرات فالذي يزويد في هذه البنية يعني لا يحتاجونها كقطعة أو يحتاجون يعني نطلقوا العجينة كما ترى نقسمها كما ترى كما ترى نقسمها يعني اول واحدة يعني على شكل كورة هي اللي كان بدأوا بها و نبقوا نقسمها بنفس الترتيب كما تتلقوا معنا بكل سهولة سوف هنا كما تلاحظوا و نضعهم هكا فوق شمين اللي يكون ضايف و نغطيهم و نخليهم كي يختمروا المرة الثانية لا يستخدم مدة طويلة فقط 15-20 دقيقة كي يختمروا و يبنى الحجم و بالنسبة للعجينة كما تلاحظوا نجمعوها و تشكلت بها واحدة اخرى و تشكلت بها حبة أخرى و هناك كما تلاحظوا بعدما اختمروا و اضعف الحجم تقريبا 1-20 دقيقة دعيتهم 21-20 دقيقة نبدأ نطيب فيهم فهنا اضعت مقلات و اضعت فيها الزيت الزيت يجعله تسخن جيد والذي تسخن نبدأ و نضعه فيها البنية و نضعه و نضعه يطيب على نار مهيلة قريبا المتوسطة و لا تجهدوا على نار لانه يطيب بسرعة و نضعه يطيب بسرعة و نضعه يطيب بسرعة و نضعه يطيب من الأسفل و نقلبه على الجهة الثانية و نضعه و نضعه في الشبكة و نضعه و نستمره و نقلبه فيه و نضعه و هنا كيف ترونه بعد ما سلت و لا تجهده يبرد و هو بقي سخن نضعه في السكر و يشد على البنية و لا يشد و لا يشد ف نضعه في السكر و هو بقي سخن فهذا البنية سهل بثاف و يوجد بسرعة و يأتي فعلا الديد و حتى الاختمار و يختمر بسرعة يعني لا يأخذ واحد المدة طويلة لكي يوجد معكم يأتي واحد الكيميالية كبيرة هنتو مغ سبعطاش الحب يعني الحجم ديالها كبير ثلاثة ديالكووس و نصف منه الدقيق فهنتو مادية الكمية هنتو مع مرتبسة كبيرة وبقوا عندي هادو بحراكة سوف وصلنا لنهاية الفيديو هذا هو الشكل نهائي ديال البنية ديالنا فانتمنى انكم تجربوه و هنا الاعجاب ديالكم جلديد بزاف و الطعم دياله رائع وجه خفيف و في نفس الوقت ركي يوجد بسرعة فانتمنى تجربو الوصفة و تنال الاعجاب ديالكم و اكيد الاعجاباتكم الوصفة شجعوني باللايكات ديالكم اشتركوا في القناة و فعلوا جرس باش توصلوا دائما بالجديد ديال الوصفة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة و اشتركوا في القناة سلام عليكم و رحمة الله ترجمة نانسي قنقر شكرا